تواجه إسرائيل أزمة اقتصادية عميقة نتيجة العدوان على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من عشر أشهر وأدت الحرب إلى زيادة عجز الموازنة وانخفض التصنيفات الإتمانية وتدهور صناعة السياحة تغرق إسرائيل في أزمة اقتصادية عميقة نتيجة لحرب مستمرة منذ نحو 11 شهرا على قطاع غزة والتي كان لها تداعيتها الإقليمية ما يضع اقتصاد إسرائيل تحت ضغط هائل وسجلت موازنة سلطات الاحتلال زيادة في عجز الموازنة وانخفاضا للتصنيفات الإتمانية وتدهورا لصناعة السياحة أما تكلفة بناء المناطق المتضررة في الشمال وتعويض أسر الضحايا وتعزيز أنظمة الدفاع دفعت الاقتصاد إلى حافة الانهيار وتشير التقديرات إلى خسارة تتجاوز 14 مليار دولار من النتج المحلي الإجمالي هذا العام بينما الخسائر الحقيقية قد تكون أكبر بكثير التأثير السلبي للحرب واضح لألاف الشركات الصغيرة وعلى الثقة الدولية في اقتصاد سلطة الاحتلال ويتفق الخبراء الاقتصاديون على أن التواصل إلى وقف لإطلاق النار هو الحل الوحيد لوقف تفاقم الأزمة وقد أدت الحرب على غزة وتهديدات التصعيد مع إيران وحزب الله إلى التأثير بشكل كبير على الشركات الصغيرة وحركة الشحن وصناعة السياحة وشهد ميناء حيفة الذي كان يوما مكتظا بالحركة هدوءا ملحوظا بسبب توقف السفر عن استخدام الموانئ الإسرائيلية كنقاط للتزود بالوقود ذلك بعد أن أدى العدوان على غزة إلى ردود فعل من الفصائل المسلحة في اليمن والعراق إلى استداف حركة الملاحة ذات الصلة بسلطات الاحتلال